قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني أحمد زايد قال إننا نستهدف بجلسة اليوم ضبط آليات إنتاج الصناعات الثقافية وما تشمله من دراما وسينما ومسرح للحفاظ على الهوية الوطنية وتعميرها جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة باللجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي وأكد زايد أهمية موضوع الصناعات الثقافية التي تشمل الصناعات المنتجة للأفكار والحلول المختلفة وهي الصناعات التي ينتجها العقل وتشكل الرصيد الإبداعي للأمم لافتا إلى أن كل أمة تفتخر برصيدها الثقافي والإبداعي